أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية تخصيص أربعة مراكز تابعة للهيئة بمحافظة الأقصر لتطعيم مواطني المحافظة بلقاح كورونا ويأتي ذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في العبء على المواطنين بالمحافظة وتيسيرا على المواطنين في طلق اللقاح من أحد المراكز المخصصة لذلك والمنتشرة في كافة أرجاء محافظة الأقصر وأضف بيان الهيئة أن فعالية اللقاح تتخطى 86% وتحمي من الدخول في مضاعفات حرجة بنسبة 100% فيما دعا البيان المواطنين وخصوصا أصحاب الأمراض المزمنة إلى تسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة لحجز اللقاح والحصول على اللقاح في أقرب وقت مؤكدا على أن اللقاح آمن وفعال